الحد البارح بالليه اللي قال له فجر بيته كذا متعف الدعوة يروي لنا هذا الرجل الستيني قصة تعرضه للنصب والاحتيال ثم التهديد خليل أحد ضحايا اختر عصابة لسرقة المركبات في بغداد العصابة تسرق المركبات ثم تضع عليها لوحات شمالية وبعدها تبيعها من جديد وتفصيلات القصة تروى بحسب قوله هذه العصابة شغلها سيارات مع المواطنين السلقة وتسليب ويأخذوها للشمال لدي قولها رقام وسنوية مزورة ويبيعوها بغداد هو هذا شغلهم وانا تعرضت نصب والاحتيال من قبلهم قدم الشكوى بمكتب سلقة السيارات وما حصلت نتيجة وللعصابة عمليات نصب أخرى عبر شراء المركبات بخطة لا يدفعون فيها مبلغ المركبة وبعدها يهربون أبروقية أحد ضحايا هذه الخطة التي تم شراء مركبته عبرها يشرح لنا كيف تعرض للنصب ويطالب في ذات الوقت بأخذ حقه أنا شاءت عندي سيارة جار جار وبعدها وما سلمت فلوسها بمدة أربعة شهر ومن النقضة المدة داعت بفلوسها ما طلون فلوسها ظلوا ويماطلون ويجا تغريب بالسنة لقيت السيارة متحولة ببكالة تزوير أنا لا بسوي بكالة ولا بسوي إياها معقد فأني أطالب استرداد لول مبلغ مالتي أو السيارة أو تلاحقون هاي العصابة وينتظر الحاج خليل وأبو رقية تدخل الجهات المعنية لإلقاء القفض على هذه العصابة من أجل إرجاع حق ضحايا النصب والاحتيال ومحاسبة أفراد العصابة بأشد العقوبات من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر